مسلحون تابعون للانتقال يصاعدون عسكرياً في محافظة أبيان مصادر ميدانية أفادت أن مسلحي الانتقال قصفوا بقذائف الهون مواقع عسكرية تابعة للقوات الحكومية في منطقة قرن الكلاسي من مواقع لهم في منطقة الشيخ سالم حيث تتمركز ما تعرف بقوات صاعقة ووحدات من ألوية الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات لم تتبنى العناصر الانفصالية حتى الآن هذا الهجوم كما لم يتسبب في خسائر بشرية أو مادية في صفوف الجيش الوطني لكنه يمثل بنظر المراقبين تهديداً جدياً للسلام الهاش في منطقة التماس الواقع شرق الزنجبار حيث يتجه الوضع هناك نحو المزيد من التصعيد واحتمالات المواجهة في ظل ما يمكن وصفه بالتعثر الخطير لاتفاق الرياض قوات الجيش الوطني في محور أبيان التي التزمت ضبط النفس سارعت لتأكيد جهوزيتها والسعدادها الكامل لتنفيذ أي مهام موكلة من القيادة السياسية والعسكرية وفقاً لما نقل عن أركان حرب محور أبيان قائد لوثالة حماية رئاسية العميد لؤي الزامكي الزامكي اعتبر أن قوات الجيش الوطني نفذت ما يخصها في ملحق العسكرية لاتفاق الرياض بشهادة ضباط سعوديين نزلوا للإشراف بأنفسهم على مدى تنفيذ الاتفاق والذين أكدوا أنهم لمسوا في الجيش الوطني لانضباط وتنفيذ الأوامر الصادر عن وزارة الدفاع وقيادة الشرعية كاشفاً في السياق ذاته عن أن مائة فرد من منتسبي المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة عادوا إلى وحداتهم وفقاً لما قضت به المصفوفة الملحق العسكرية الخاص باتفاق الرياض وذلك فور وصول اللجنة العسكرية المشرفة على تنفيذ هذا الاتفاق يأتي ذلك فيما لواء الدفاع الساحلي يواجه صعوبة في تنفيذ أوامر إعادة الانتشار التي قضت بنقله إلى طور الباحة إلى الغرب من مدينة عدن نتيجة منع ميليشيا المجلس الانتقالي لهذا اللواء من المرور في مناطق سيطرتها بمحافظتي أبيان وعدن يبدو أن قوات الجيش الوطني أخذت كامل استعداداتها لاحتمالية مواجهة وشيكة مع القوات المدعومة من الإمارات وهو تطور سيلقي بالمزيد من التبعات على الدور الضامن للرياض من مواجهات ما كان لها أن تحدث لولا تورط التحالف في إنشاء ميليشية مسلحة ضدا على السلطة الشرعية التي جاء لدعمها